ازاي اسجل صوت الجتار? اهلا بيكم. النهار ده الحلقة بتاعتنا في هندسة الصوت مهمة جدا لكل الناس اللي بتاعزف آلات واترية او الناس اللي عايزة تسجل آلات واترية او مهندسين الصوت. ازاي تسجل آلة صوتها بيطلع من صندوق صوت. طبعا الناس اللي بتاعزف جيتار آآ ده لي تكنيك تاني احنا هنتكلم عليه بعدين انك انت هتسجل من الجيتار الالكتريك على طول على بتاع هندسة الصوت او انك انت بتوصله على وبتحط مايكروفون قدام آآ سواء ده كان بالزبط في او على الجنب شوية. انواع كتيرة من المايكروفونات حتى كمان تصممت عشان تتحط دلدل كده من فوق الامبليفاير بحيس انك انت تلقى صوت الامبليفاير بالزبط من بميكروفون عادي بتاع صوت وبتنقل دوت الى آآ الميكسر بتاعك. فالتسجيل صوت الجيتار الالكتريك ده مش هيبقى معضلة قوي لانك انت ممكن تسجل من ده ما قلنا كده ميكروفون قدامها او بتاخد من لو ما معكش بتوصل على الجيتار بتاعك للميكسر او بتبقى بتوصله بالافكت بتاعتك والافكت بتاعتك بتدخل على الميكسر على طول. الايفكتات حتى كمان دلوقتي بقى فيها ايفكتات كتيرة او فيها آآ امبليفاير مودلنج يعني يعني بيعمل لك تمسيل لصوت امبليفاير من الافكت نفسه انت مش محتاج الجهاز بتاع حتى كمان عشان يطلق لك صوت مميز للجيتار. فالجيتار الالكتريك مشكلته هنتكلم عليها في الحلقات التانية يعني. احنا هنتكلم بقى دلوقتي الناس اللي بتعزف آلة صوتية. سواء جيتار اكوستيك جيتار كلاسيك عود ممكن حتى كمان كمان ممكن حتى كمان تشيلو آآ كنتر باس. اي آلة واترية بتليها علبة صوتية بتنتج الصوت دوت. بعض الجيتارات اللي عندنا الناس بتتكلم عليه هيقول لك الجيتار ده في يعني ايه في والتعبير ده يعني آآ صح وخطأ. احنا هنتكلمه صح ليه وخطأ ليه. هو فيه طبعا لانك انت بتتحكم بآآ الصوت بتاعك ترفعه واتخانه من العلامات بتاعت اللي هو احيانا بتبقى زرائر زي الجيتار دوت واحد للتريبل واحد للبيز واحد للميد رينج يعني الطبق اللي في الوسط اللي بين التريبل وبين البيز يعني. وفي بعض الجيتارات بيبقى ده سلايدر كأن يعني حاجة بتتحرك كده فوق وتحت بالزبط كأن بتاع آآ العربية او بتاع البيت اللي انت بتشوفه آآ طبيعي جدا بيسموك بتشتغل بيه كأنك بتشتغل بالشكل يعني ليه شكل كده معين تقدر تشتغل بيه ودوت آآ بيشتغل بالمفاتيح اللي هو بتاعي دوت اللي هنا اللي موجود في الجيتار ده فيه تلات مفاتيح واحد 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 ميد رينج فيه ميكروفون محطوط انا ممكن حتى اقرره لكم هنا. مش عارف اتشوفوه ولا لا مع الاضاءة. موجود فوق اهو هنا حتى كمان السلك بتاعه اهو. موجود حتى علبة كهرباء جوه اهيت والسلك بتاعه موجود فوق هنا. في ميكروفون موجود جوه العلبة الصوتية دي. الميكروفون ده بيكبر صوت الجيتار اللي هو دوت. والايكولايزر طبعا بيتحكم في بتاعه الروفاء هيع تخيم بتاعه. وفي بعض التحكمات تانية ساعات بيبقى الجيتار متقدم شوي uma butix له هكي ميكروفون تحت ميكروفون تحت السادل بيسموه تحت السادل السرج يعني بتاع بتاع او الحاجة اللي بتتلبس على السرج بتاع الحصان يعني ده بيسموه السادل والبريتج بتاعه. آآ بيبقى في ميكروفون موجود تحت الحت البيضة دي اللي احنا شايفنا اللي هي العضمة دي. تحتها مكروفون فارغة عن عصايا كده تحت تحت الجهاز ده وفي مكروفون شاعات بيبقى من جوة القلبة الصوتينة صاحب ال anyways't Two يشتغلوا على الصوت الجيتار ده. والجيتار ده اعتقد اليماها ده ده فيه تلت مكروفونات كمان فيه تلت مكروفونات مش اتنين كمان. فعشان كده الجيتار ده يعتبر صوته آآ مختلف شوية حتى كمان عن الموديلات اللي قبله. آآ المكروفون او المايكروفونات اللي هو الجتار ديت هي اللي بتنقل الصوت وتكبره من الجتار الاكوستيك اللي هو اللي بيشتغل على صاد show الصوت زي ما احنا قلنا كده. وينقلو بقى الاكولايزر يتحكم فيه وعندك كمان اللي بتعلق كل مايكروفون على حدة عشان تطلع لك الصوت اللي انت عاوزه. الصوت اللي انت عازه من الجيتار بيطلع لك عن طريق التحكم في الايكروت philanthropy لان صوت di اللي هو الميكروفون تحت دوت بيبقى ليه صوت شوية. الصوت الليجوه ده بيبقى سيء ليه صوت فيه الرنين بتاع العلبة الصوتية. وفينا صوت تاني هناخده دلوقتي برضو صوت بيبقى شوية لما تقرب من ناحية المسطرة. لحسب بقى بتاع التلات ميكروفونات دول بيطلع صوت الجتار ده صوت جميل جدا. انا ما عنديش الجتار بتاعي ما فيهوش ايكولايزر. ما فيهوش ميكروفون. مش ما فيهوش ايكولايزر. الجتار بتاعي ما فيهوش مايكروفون. ما بقدرش اخرج من اه مفتاح بس كده على طول من هنا يطلع لي الجاك دوت يطلع لي على على طول زي زي الجيتار الالكتري. وده مش عيب على فكرة لان اه انا ما شفتش ناس بتسجل في استوديوهات برة بيسجل من الجيتار الاكوستيك اه عن طريق الجاك دوت. مهما كانت التكنولوجيا بتاعت ده مش هتطلع صوت الجيتار الاكوستيك او الجيتار الكلاسيك ناقي. بتطلع فيه يعني صوت ميكانيك شوية مش صوت مش صوت طبيعي. غالبا بيبقى ان انا بحط ميكروفون قدام الجيتار ميكروفون او اكتر احنا لسه هنقول التكنيكات بتاعتهم يعني. ميكروفون قدام الجيتار ويبتدي بعض بالجيتار ويطلع الصوت من العلبة الصوتية للاا مايكروفون. يسجل صوت الجيتار. بعض الناس هيبقى عندهم حتة دي. حتة دي بتتحط على Weird المفتاح القلبة الصوتية بق القلبة الصوتية اللي هنا ده هيقفلوا ليه يقفلوا? انتا لما بتيجي تعذف في حفلة في حفلة مكبرات الصوت اللي طلعت صوت الجيتار ده لو المايكروفون بتاعك حساس اللي جوه ده هيلقوا صوت السماعات دي تاني ويكبرها والصوت الاتكبر ده يطلع برا في السماعات تاني. والسماعات ترد الصوت تاني يستقبلوا تاني. وتمشي فله فتلاقي المكروفون يصفر صفير مزعق جدا او يطلع عالي جدا من البيز. فعشان ما تبقى انت في حفلة لايف ولا حاجة مكبرات صوت. او بتشتغل على مكبر صوت حتى في البيت. لو بتشغل على حتى في البيت وعندك اه مكبر صوت جوه الجيتار. يستحسن تشتري القطعة ديت. دي موجودة طبعا هتلاقي لكل الجيتارات اه ليها مقاسات معينة. وبتشتريها من على امازون او بتشتريها من على اي باي. اه تمانها مش غالي ولا حاجة دولار اتنين حاجة كده. بس القطعة ديت بتقيق وانت في الحفل انك انت الصوت يطلع منه صفافير من الجيتار بتاعك. ولكن انا بسجل في البيت دلوقتي فانا عايز الصوت يطلع من العلبة الصوتية. او هتحط ديت وتقول الجيتار هيسجل صوت الجيتار كده. لا انت انت كتمتا اساسا صوت العلبة الصوتية ما بيطلعش برا. عشان ما يستقبلش ولا بيطلع. واخد بالك. فانا دلوقتي عشان اسجل صوت الجيتار. هستعمل جيتار اكوستيك طبعا. جيتار اكوستيك بقى انواع المايقات المختلفة ان انا حلقت الصوت بتاع الجيتار بتاعي دي. نبدأ من اول حاجة الراجل اللي ما عندوهش امكانيات خالص وعنده ميكروفون واحد يعني يعني الميكروفون بتاع الغنى ده اللي الواحد بيمشي بيه على المسرح. ميكروفون عادي جدا ممكن تتراه اسعاره يعني ما بين عشرة دولار وانت طالع لمئات الدولارات ولكن اللي لو عايز تشتري نوع مسلا قوي جدا وبتاع مش حايزين عن مية دولار يعني نوع قوي قوي يعني بيستعملوه برة في يعني في الناس اللي مزيعين بتوع الزاعة الخارجية في البي بي سي وفي الكلام ده كله او في الحفلات الغنائية في على مستوى احترافي مش هتلاقي المايك هيزين عن مية دولار بالنسبة للليفل ده وفيه اعلى منه طبعا ولكن ده ليفل كويس جدا انك انت تستعمله بمية دولار بس. فالمايكروفون الديناميك ده متناول فيه متناول للناس كلها. ممكن الناس تشتري مايكروفونات بسعر خيص جدا من عشر دولار وانت طالع يعني زي ما بقول لك كده. طيب المايكروفون الديناميك زي ما احنا شرحنا في جميع انواع المايكروفونات. آآ ومايكروفون بتوصل بالسلك دوت والمايكروفون بسيط جدا. آآ احيانا هتلاقي المايكروفون الديناميك دوت الحتة اللي فوق ديت مبططة. مش هتبقى مدورة. شوف دي تتفك ازاي? يعني دي انا فكتها هنا اهي. الكابسولة بتاعت الصوت اللي بتلقطوا الصوت اهي. بيبقى الكورة ديت ساعات مبططة عشان تقربها من الجيتار متى ما تعكسكش. مايبقاش البقللة دي عشان دي بتبقى بتبعد بق المطرب او الصوت عن الكابسولة مايبقاش الصوت حد قوي ومايبقاش صوت غليز قوي. فآآ احيانا بيبقى المايك مجهز دي بيسموه يعني ايه? يعني مايك آآ ليه قالة? مش مايك للفوكل. الفوكل مش هيغني بالبالوش المبطط ده هيغني دايما بالكورة اللي انت شايفها من فوق دي عشان بتحافظ على مسافة ما بين البق وبين الكابسولة. طيب اللي عنده المايك دوت او اللي عنده مايك زي ده بتاع غنعة عادي جدا او مايك عادي بتاع اللي هو بتاع الكابسولة دير. قدي الميكروفون بتاعي هوت. فاللي هيحصل ان انا هتتبع قاعدة عندي اسمها اتناشر اتناشر. يعني ايه اتناشر اتناشر. الميكروفون بتاعي لازم يكون متركب على حامل. الحامل ده يفضل ان هو يكون فيه كسرة. يعني الحامل ده وتقدر اكسره ان هو مش يكسره يعني بوازه لا يكسره يعني يتنيه يعني في زاوية هنا قدر الزاوية ديت ان انا قتنيها يديني الزاوية اللي انا عاوزها من الميكروفون ليه? لان انا دلوقتي هوريك وانا محتاجي الزاوية دي في ايه? القاعدة بتاعت اتناشر 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 يعني خمسة وعشرين سنتي على الفريت نمرا اتناشر. يعني انت بتحط الميكروفون متوجه على الفريت نمرا اتناشر على بعد خمسة وعشرين سنتي خمسة وعشرين سنتي يعني شبر. وانت قعد في الستوديو كده معكش حاجة Democracy ولا بتاعه شبر كده بايدك. مسافة ما بينك وما بين الميكروفون بتاعك. سواء كان الميكروفون ده دا او كندنسر. ده مايكروفون كندنسر بتاع اه اه لو كان ان اه احنا اتفاقنا في حلقة ان المايك الكوندنسر حساس جدا اكتر من المايك الديناميك ده. طب وانا بسجل بمايك كوندنسر هعمل ايه بقى? لا انت هتقلل بس الجين على بتاعك هتقلل بس المدخل بتاع الحنفية بتاع المية بتاعة الصوت هتقلل بس الصوت اللي داخل بحيث تزبطه بالزبط على الزبطة اللي بتديلك احسن اللي هي احنا اتفقنا ان من مينس اتناشر لماينس ستة دوت الرقم اللي انت بتعمله استهدافيا. فاللي بيحصل انك انت بتركب المايكروفون وزي ما قلنا كده بتحافظ على المسافة اتناشر اتناشر بوصة على الفريط نمرة اتناشر وتبتدي تعزف الجيتار وتسجل من المايكروفون بتاعك دوت. ده اول حل من الحلول بتاعتي ان انا اسجل بيها صوت الجيتار ازاي? طيب لو انا عندي كوندنسر كبير كده حلو بتاع المطربين اللي احنا بنسجل بيه في الاستوديوهات دوت. لو انا عندي مايك كمان زيادة? لا اه دخلت انا بقى دلوقتي في لعبة جديدة ان انا ممكن احط تسجيل لمايك اه للجيتار بتاعي بمايكات اكتر فهيديني صوت طبيعي اكتر. طيب هنشوف ازاي. زي ما احنا شايفين ادي مايك كوندنسر بيتحط على مسافة من الجيتار مسافة دي يبقى بعيد وقرب على حسب ما انا عايز طبعا المايك الكوندنسر هيبقى حساس شوية فانا ممكن ابعيده بحيس يبقى بيلقط الصوت بتاع الجيتار والاوضة كمان الاوضة اللي انا بسجل فيها بيلقط صوت انعكاسات للجيتار مسلا. وممكن مع نفس دوت اللي بعيد شوية بحط القاعدة بتاعتي بتاعت اتناشر بوصة. على الفريت نمرة اتناشر بتاعت الجيتار. طيب ليه على الفريت نمرة اتناشر? طب انا مسجلتش من هنا بس ليه? ما انا ممكن احط المايك من هنا. وعلى فكرة التجرب دي انت ممكن تعملها انت بنفسك. تجرب. بمايك واحد تجربه من هنا هيطلع الصوت عامل ازاي? ومن هنا تلاقي الصوت عامل ازاي? ومن هنا تلاقي الصوت عامل ازاي? من الفريت نمرة اتناشر هنا هيلقوا التوازن ما بين الصوت البيز اللي بيطلع من العلبة والصوت اللي هيطلع من الاوطار. كل ما انت عايز الصوت يبقى حد حط المايك قريب من ايد بتاعت الجيتار من المفاتيح. كل ما انت عايز صوت يطلع بيز قربه من علبة الجيتار. لما انا حطيت اللي برا دوت بيلقط من جميع الاتجاهات فبيلقط صوت الجيتار بصفة عامة من الاوضة نفسها. الاتناشر اتناشر الهنا دوت اللي ما حطيت على اتناشر اتناشر دوت حيلقط مني برضو ما بين الجيتار البيزو. بروح مدخل ديت وديت في نفس الوقت على بتاعي واحط واحد يمين واحد شمال مسلا يمين وشمال. آآ يعني واحد شغل اسمها لي مين واحد يشغل اسمها شمال من البالنس بتاعي من البان. وآآ كده بلقت صوت الجيتار من الاتنين. لما بلقت صوت الجيتار من المايكين دول بيطلع لي صوت جيتار رني شوية. آآ تكنيك تاني ممكن استعمله بيسموه لو انت عندك مايكين آآ مثلا من مايكات الانسترومنت. مايك الانسترومنت زي ما احنا اتفقنا ان هو بيبقى مطول شوية كده عامل زي الصباع. وبيختلف حجمه في مايكات انسترومنت بتبقى زغيرة جدا وفيه اطول. ده ده طويل شوية لان ده جوا بطارية بيستعمل بطارية وبستعمل فهو مش محتاج الطول ده كله لو كان مايك بيتوصل على طول بالميكسر وكده بس ده عشان في بطارية ممكن تشتغل بيه برة مش محتاج الميكسر يكون فيه فانتوم باوري ممكن عشان قديم شوية يعني. آآ لما غالبا بيبقى المايك طوله قد طول نص ده تقريبا. بتحط المايكين واحد اكس وواحد واي وتوجههم على الجيتار على الفريت نمرة اتناشر برضو. اتناشر في اتناشر. ليه? اللي جاي بالاتجاه دوت حيلقط من بتاع الجيتار. الماكروفون ده بيبقى موجه شوية. مش بيلقط من كتير من حوالي بيلقط بس من القدام كده. غالبا فبيلقط هنا. التاني اللي انت موجهه النحية دي في بتاعتك هي ساموه بتلقط النحية دي بيلقط فانت عندك واحد لقيت وواحد لقيت يا انت كده الجيتار انت لقاته كل الاسوات بتاعته. الاسوات بتاعته الاسوات تريبل. ويا حبازة بقى لو عندك واحد تالت كمان انت حطه بيلقط من الاوضة كمان الفراغ بتاعك اللي انت بتسمع الجيتار بعد ما ميشي مسافة في الهواء. فانت كده لقات تلات تراكات هتسجلهم على اللي بنكسر بتاعك للجيتار حاجة عظيمة جدا. بتبقى كده صوت الجيتار فعلا انت نقلت كل اصوات الاوتار بتاعتك وكل اصوات الجيتار بتاعك موجود عندك بقى ديجيتال دلوقتي. طيب يعني انت طب الناس اللي بتسجل في الستوديوهات ديت وبتسجل في الشرايط والسيديهات اللي احنا بنسمعها. الجيتارات بتلاقيها غانية شوية. طب ايه التكنيك اللي بيستعمل في في الاسوات ديت. انا هقول لك حاجة حيلة بيعملوها يعني. اه الحيلة بيعملوها ان يخلي الجيتارست حيسجل التراك كله. يسجل الاغنية كلها مرة. واخد بالك. ويخليه يسجل نفس الاغنية تاني مرة تانية بنفس الجيتار. واخد بالك بنفس الجيتار او يعدل تعديلة شوية في الايكولايزر بتاع الجيتار يعني يخلي صدق. ويرمي واحد يمين خالص? ويرمي واحد شمال خالص. هطلع الجيتار صوته غني كأن فيه كورس طبيعي. بتسجل التراك بيسموه تسجل التراك مرتين وترمي واحد يمين وترمي واحد شمال. اه طبعا لو انت عندك تأسيرات صوتية اللي هي مسلا الريفيرب بقى والايكو والحاجات دي كلها. اه في طرق كتير انك انت تضيف هذه التأسيرات او تسجل هذه التأسيرات. انا عن نفسي افضل التأسيرات دي تتحط بعد التسجيل. يعني انا مش هسجل الجيتار بتاعي وحط فيه بتاعتي وازبط كل حاجة. مش كل حتى اللي انا حطها ممكن ديستورشن مثلا لازم احطه. لازم اسجل بيه. ده الجيتارات اللي بتتسجل بديستورشن وبتاع اه بحط بقى فيها كل حاجة قبل ما اسجل. انما الجيتارات الطبيعية والآآ الجيتار مثلا الكلاسيك واحيانا البيز كمان. انا بسجل الجيتار ناقي جدا. عشان بعد كده اضيف التأسيرات بتاعتي في وانا بشتغل بقى ان انا بحط بقى الافكتس اللي انا عاوزها. لو عايز اه ما عجبنيش الموضوع برجع كل حاجة تاني اللي انا مش عارف اخده تاني ان انا سجلت الصوت بتاع خلاص الجيتار مش هانفع اجيب الراجل تاني اللي سجله. فانا بسجله على انقى ما يمكن بيسموه يعني وبعد كده انا اضيف عليه التأسيرات اللي انا من الاجهزة بتاعتي وانا بعمل نفسه. انما لو انا سجلته بالتأسيرات بتاعته لو انا حبيت اقلل بعد كده مش هعرف اعمل حاجة مش هعرف اقلله. انا مسجله اساسا براجل حط عليه او حط عليه ايكو. وانا مش هعرف اقللقيت ان دوت مش نافع في عندي بعدين. وعايز اقلله شوية مش هعرف اقلله. واخد بالك عشان كده دايما الجيتارات اللي هي الطبيعية اللي بتخرج بعلبها صوتية انا بسجل الصوت طبيعي. وبعد كده انا اضيف بعد كده التأسيرات الصوتية اللي انا احب ان انا اضيفها. بتمشي كده وكده يعني ساعات برضو لان الصوت الجاف مش هيبقى مش هيدي الراجل اللي بيعزف الاحساس اللي هو عايزه بالزبط في الحتة اللي هو بيعزفها. فساعات بتعمل انك تدي له حبة بس صغيرة بس مش حتبوز لك الميكس ممكن تزود انت عليها بعد كده وممكن تنقص بس مش حتبوز لك الميكس ما تبقاش عنيف قوي في انك حنت تتحط التأسيرات الصوتية. على فكرة في قاعدة في التأسيرات الصوتية بيسموها بيقول لك مش معنى كده ان عندك في بتاعك تأسيرات صوتية كلها يقول لا لازم تستعملها كلها مفيش كلام من ده خالص بالعكس ده انت كل ما تستعمل اقل شوية منها كل ما كان احسن وافضل. فاهم حاجة عندي ان انا اسجل صوت الالة بالزبط مظبوط وواضح ولدرجة النقاء بتاعته عالية جدا خلاص بعد كده بتضيف تأسيرات بحجم بسيط جدا هتجمل الموضوع. عامل كده بالزبط زي الملح في الطبيخ. لو انت حطيت الملح كتير قوي في الطبيخ هيبقى مخلل مش هيبقى طبيخ يعني مش حتش عارف يأكله. يا قبلك واعتبر ان الافكتات دي بالزبط كأنها الملح في الطعام. ما تحطش ملح كتير قوي فاتبوز الطبخة كلها عشان زورت الملح. وما تشيلش الملح كله يعني هتبوز الطبخة برضو كلها عشان مفيش بشوي زغالين جدا ملح ما حطتهمش يعني. فهي دي بالزبط القاعدة حاول تاخد التيك بتاعك زي لو احنا هنقسم فعلا الجمال بتاع مقطوع موسيقية او او قطعة او غنوة او اي حاجة. تمانين في المية من الجمال بتاعها ان التيك بتاعها اتاخد صح. التيك اللي هو ايه ان انا سجلت الصوت الالة صح. تمانين في المية. خمستاشر في المية بيبقى شطارة الراجل اللي بيعمل اللي هو بيحطه فوقه تحته بتاعه كلام ده. وخمسة في المية فضل الراجل بتاع المسترينج. اللي في الاخر اللي الناس باهما ان المسترينج ده انك تطلع التراك هو نفسه حلو. لا خالص المسترينج دوت انك انت عندك الراجل ده عامل اعمل او الابوم في الأغنية من واحد والاغنية من اتنين والاغنية من تلاتة الاغنية الماره ربعة خمسة ستة عشرة. وعندك كمان الصوت العادي اللي موجود في الناس كلها اللي بتنتج عليه في في الاسوات اللي موجودة في المنافسين بتوع بيعمل السيديهات بتاعته اغنية كزا اغنية كزا واغنيات كزا ووظيفة الراجل بتاع ان يخلي بتاع كل التراكات موازي البعضية. يعني ما يقدرش تعلي بقى انت كل شوية تعلي وتوطي بتاعك عشان تده الصوت بتاعك غنوة عالية على التاني. التاني تاني سبب منه انك الصوت بتاعك يوازي الاسوات اللي موجودة من الناس بتسمعها دولة بقية الاغاني التانية. ما تبقاش الناس كلها عامل الاغاني بتاعتك مسلا في ارتفاع معاين وانت عامل اغنيات التواطية خالص. او الناس كلها عاملة الاغنية كلها في الهادي وبتاع انت عامل دوشة كتيرة جدا. فانت لازم تبقى متناسب مع الجو والعامل الناس كلها بتسمع بيه. اه خمستاشر في المية اللي احنا قول عليهم بتوقع الميكس دي شطارة المهندس. ازاي علي تركاته ويوط تركاته ويعلي ده ودخل ده ودخل ده وده حد قوي وده وده. فيبقى كل الصوت متوازن عنده ما بين الحد والغليز. والعلو بتاع كل واحد ماشي مع التاني فيش حاجة اعلى من التاني انت لو عايز الالة ده تبقى اوطى. عشان ما تلفتش النظر لها لان الراجل هيخش يغني انت اللي بتوطي في الوقت دوت عشان صوت المطر بيطلع ويبان ويظهر الفوكس بتاع الاغنية عليه. فدي شطارة الراجل بتاع الميكس. تمانين في المية بقى الاولانية خالص. اللي انا بقول لك عليه ده دلوقتي. ازاي تحط الميكروفون صح? ازاي تعمل? مش بتغلع صوت نقي جدا. ما فيوش اي مشاكل بعد كده يسهل عمل بقية الناس اللي بتشتغل في هندسة الصوت. اتمنى ان انا اكون وضحت التكنيكات بتاعة التسجيل بالميكات المختلفة للالات الوترية. تقدر تستعملها في الجيتار. تستعملها في العود في 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 اي الاترية. وشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة